يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد فيديو اليوم إن شاء الله رح يكون عن الكروكان حضرت لكم إياه بصورة سهلة وبسيطة وكمياء كبيرة من مواد جدا بسيطة في البيت أطيب كثير من الجاهز والطعم ولا أروع من هيك ممكن تخزنوا عندكم متربان زجاجي محكم الإغلاق ليظل كثير وصفات ممكن تستخدموا الكروكان بتغليف طبعا بعض الكيكات خصوصا كعكات النس كافي ممكن تستخدموا للكعكة الباردة بدون فرن وحتى للكعكة اللي بالفرن خلينا نشوف كيف طريقة التحضير سهلة وبسيطة بس لو أول مرة بتزور القناة بتمنى تنوريني بالاشتراك وتفعل الجرس لحتى يوصل لك كل فيديو جديد بنزل على القناة طبعا اليوم إن شاء الله رح أستخدم مقلة غير لاصقة رح أرفعها على النار لتبدأ تسخن وأسكب فيها مقدار من السكر يعادله مقدار من حبات اللوز طبعا هون أنا استخدمت كوب إلا ربع من السكر الحبيبات بضيفه بالمقلع ولتبدأ الأطراف يتغير لونها للأشقر ببدأ أقلب السكر لمكرمل طبعا أبدا أبدا في البداية ما بحرك السكر إلا لا يبدأ يضوب ويتغير لونه بالنسبة للسكر درور يكون على نار منخفضة ما ترفعوا الحرارة لأنه ممكن يحترق السكر ويعطيكم طعم كثير سيئ بالوصفة طبعا هون داب عندي السكر تماما ببدأ أنزل عليه حبات اللوز وهون فيكم تستخدموا لو كان اللوز مكسر أو اللوز صحيح أنا استخدمت الحبات الكاملة من حبيبات اللوز الني طبعا ممكن تستخدموا قشور اللوز أو اللوز الفلقتين المقشور كمية اللوز طبعا بتعادل نفس كمية السكر بردكوب إلا ربع ببدأ أقلب لمدة ثلاث دقائق اللوز مع السكر على نار منخفضة بدي كل حبات اللوز تتغلى في كثير منيح بكمية السكر وانتبهوا هون أنه كانت كمية السائل بين حبات اللوز واضحة مثل ما أنتوا شايفين وهذه اللي راح ناخدها بطعم اللوز أو الكركان اللي راح نجهزه واضح أنه هون بدنا يكون بين حبات اللوز سائل من السكر المكرمل ممكن هون تسكبوا على ورقة زبدة أو إذا مش متوفرة ممكن تدهنوا أي سنية عندكم بمسحة بسيطة من الزيت النباتي وتنزلوا عليها اللوز طبعا نتركه ليبرد تماما بدرجة حرارة المطبخ ونعرف انحركه شوفوا طبعا هون أنا رفحته بعد تقريبا نص ساعة لما برد ببدأ أكسر فيه بالإيد هلأ معك خيارين إما بتحتيه بالمحضرة وبتطحنيه على سرعة متوسطة لا يصير عندك مجروش وهيك راح يكون عندك بعض الأجزاء بودر والأحلى بشكلها لما تقدميها أنه تكون مكسرة لقطع واضحة طبعا أنا بالعادة بحب أكسرها باستخدام الكيس ممكن هون تستخدم المترقة أو الشوبك أو أي أدام توفر عندك حتى تحصل على الدرجة اللي بدك إياها أنا حطيتهم بكيس على دفعات طبعا وبديت أكسرهم انتبهوا هون أنه لون السكر اللي كرملناه ضل أشقر للذهبي ما تخلوه يتغير لونه لأغمق من هيك لأنه راح يصير عندكم شكله مش حلو على التقديم طبعا أنا بديت أطحن فيه بهاي الأداء حطوا تحتها فوتا حتى تحافظوا على حبات اللوز أكثر شوفوا مشاء الله الشكل اللي تلع معنا طعمه كثير بشاهي ولونه والأروع من هيك شوفوا المقدار اللي أعطاني تقريبا كوبين ممكن يحضروا معك ثلاث مرات وصفات كبيرة وبمقاس عائلي وكل المكونات شفتوا كيف احتجنا كوب سكر وكوب من اللوز طبعا الوصفة سهلة وبسيطة وبتغنيك يعان الجاهز ممكن تشتروه بعلب جاهزة لكن بيكون له فترات محفوظ بيكون حافظ للرطوبة صعب إنكم تفكوا رح تضطروا ترجعوا تكسروا بس هون عندك في البيت ممكن تحضريه على الحارق بصورة مباشرة وممكن تحتفظ فيه بتبروير محكم الإغلاق لفترة طويلة حتيه بخزانة المطبخ لوقت الاستخدام وأنا هون كملت كل المقدار مثل ما أنتوا شايفين على عدة دفعات ما تكسلوهم كلهم مرة واحدة حتى تحصلوا على نفس الدرجة من حجم الحبيبات ما شاء الله اللون كثير روعة ريحتها بتشهي هلا أنا حضرت كعكة النس كافي بالفرن رح أفرجيكم كيف رح أنزل عليها المقدار اللي حضرته طبعا ما رح أستهلك كل الكمية الكمية اللي أخذتها أنا كمية وفيرة رح أحتفظ بجزء منها وأزين في الجزء المتبقي رح تعطي طعم كثير بشهي لها الكعكة هاي كعكة النس كافي رح أترك لهم طريقتها بصندوق الوصف أو بالتعليق الأول وبرضو رح أعطيكم كعكة النس كافي الباردة بدون فرن هون أنا جهزت الكعكة وشربتها بعد ما بردت بديت أغطيها بطبقة بسيطة من الكريمة وطبعا أنتوا بتتحكموا في طبقة الكريمة اللي بتكون إياها إذا أنتم من الناس اللي بتفضل تكون طبقة اسميكة ممكن تضاع فوق المقدار أنا على فكرة هون حاطة نص ظرف من البودر الكريمة اللي بالمغلف مع نص كوب من الحليب عملتها طبقة بسيطة بس حتى تتماسك عليها طبقة الكروكان هو الهدف اليوم أني أنا أفرجيكم كيف لونها وطعمها وشكلها رح يكون لما أنزين فيها النتيجة أكثر من مميزة أتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وإذا حسيتوا حالكم استفدتم من فكرة إلى اليوم يريد تساعدوني أن الفكرة توصل لأكبر عدد من الصبايا حتى يستفيدوا من الفكرة شكرا لكم على حسن المتابعة انتظروني في فيديو قادم وصفة جديدة مني أنا أم أحمد من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد يسعد كل أوقاتكم تذروني في فيديو قادم وصفة جديدة